جدا الحقيقة تظهر 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 وتسطع نجومات هيسم وبعدين فجأة هيسم اختفى وغطس احكي لي بص انا يعني هقولك انا الحقيقة اخر قلبم نزلته 2016 قبلها على طول حصل عندي زروف عائلية كده ان اخويا توفى بعدها بشوية انا دخلت في حاجة نفسية كده ان انا مش قادر اغني انا كنت فعلا ما بعرفش اختال نفسي اغاني مش قادر اخش في الحالة ان بعدها على طول والدي جات له مشكلة يعني صحية جلطة فانا الحقيقية كنت في كبير جدا اللي حصل ان ان انا فعلا ما كنش بعرف ابعد عن البيت ما بعرفش انا والدي كان عايش معي وكان الموضوع يعني انا ما عرفش انزل غلاء اخويا موجود الحقيقة التربكت شوية يعني بالنسبالي لكن اللي حصل بقى ان كان قصاد ده ربنا كرمني بقى كرم كبير فانا انا عندي موهبة التلحين والكتابة ساعتها استغليت ده فان انا كلمني لمخرج مجدي الهواري وكلمني لمخرج محمد سامي وتكلموا معايا فان انا عايزينك تعمل لنا اغاني للمسلسل يعني هي بدأت كده في الاول والحقيقة دي كانت اكتر حاجة اقدر اعملها في الظروف اللي انا كنت فيها ان انا كنت بشتغل من البيت من جوه البيت والحمد لله يعني انا عملت ساعتها عملت والد الغلابة اغاني والد الغلابة عملت اغاني مسلسل برينس كلها معدل التترات كانت كلامي ولحني عملت لقلق عملت ناس للاغراب عملت الحمد لله اعمال كتيرة قوية كان ربنا بيكرم فيها رغم ان انا فعلا كنت شغال من جوه البيت وحقيقي في حاجات انا كنت لاما اقولها ان في حاجات انا كنت بعملها وانا جوه المستشفى ما برداش ادخل الناس او الناس بشتغل معها في حياة الشخصية فكنت حقيقي بشتغل ربنا بقى كان كريمني قرم كبير جدا انا ابويا كان حاسس ان هو اللي حاصل ده مع الطلم وانا كنت شايف العكس تماما انا الحقيقة ان كان اللي كنت بعمله اعدتي تحت رجل ابويا كانت من سبب في الله ارحمه يعني وطفاء الله من خمس سهور اعدتي تحت رجل ابويا كانت سبب ان كل حاجة بعملها من جوه البيت بتقص بالدغدغ الدنيا يعني كان فيه باور مش طبيعي ان انا ابقى شايل مسلسل زي البرنس ده كله كلامي ولحني عشر اغاني وكلها اغاني انسانية وكمان المخرج محمد سامي كانت المشاهد مؤثرة جدا ودهيس وحاجات لي علاقة بالاب وحاجات لي فانا كنت جول الحالة جدا فربنا كان كرمني كرم كبير في الموضوع ده والحمد لله دلوقتي يعني رجعت واحدة واحدة ورجعت بقى تشتغل على اغاني بقى البومي ان شاء الله ويبدأ انزل من بعد رمضان بإذن الله ده كان سبب سامي رفيق المشوار برضو حقيق حقيق من البداية وحتى صديق الطفولة وصاحب فضل كبير جدا لان هو كان عارف يعني كان عارف الموهبة اللي عندي وعارف الطاقة اللي جواية الفنية وكان عارف برضو الاسباب الانسانية اللي عندي فكان بيقول لي احنا فيه اسعد عندنا قاعد انت جوا البيت انا عايز الطاقة دي ونعمل حقيقة الحقيقة من الناس اللي فوقتني من الناس اللي اللي ما سبتنيش اغرأ في انا عدت تلات سنين بدأني ما كنتش عمري ربي الدائم انا عرفت انا ما كنتش مكتائب بس بقى جواك حاجة كده انت مش حاسس بس بعد كده عرفت انا كان فيها ايه كان ايه حاسيت انه ايه مليش نفس للدنيا لا لا انا ايه انا شخص ايجابي جدا حلو شخص ايجابي جدا يعني لكن انا كنت يعني اهم اشخاص في حياتي الاعمدة يعني الرئاسية وبتوع ورا بعض وانا وانا شخص يعني حساس جدا يعني انا لو عديت من قدام بيت كنا بنذكر فيه احنا صغيرين والبيت ده تباع ابقى متأثر انا متأثر بالاماكن وبالروايح وبالحاجات دي ايه فطبعا لما يحصل ان اخيها الكبير توفى فجأة انا لحضر الحادثة بعدها والدي يعني كانت حاجات صعبة الحمد لله انها يعني يعني ده انا بس عايز اقول حاجة برضو للناس ارجوك ده كان استثمار كبير جدا ان انت تقعد تحت رجل اهلك طبعا وده كان استثمار كبير جدا وما كانش بيحصل النجاحات الكبيرة دي غير بسبب ده والغاية دلوقتي انا بحصل ده حتى بعد بعد وفاة ابويا الحمد لله يعني ربنا كريمني في عمال كويسة هتنزل وعمال كويسة هنزلت يعني فالحقيقة يعني الاستثمار في الاهل ده اهم استثمار اقول انت قلتو ده احلم بالمزيك حبيب ده حقيب والله وان كانت مزيكتك برضو مختلفة وما هياش صعبة على الاطلاق